ما إن تعبر الطريق بصحبتهم لتصل إلى مدرسة الكفاح في قلب جزيرة الفشت حتى تكتشف المكان الذي يتلقى فيه أربعون طالباً وطالبة تعليمهم الكفاح المدرسة التي استبشر الأهالي بتدشينها كمدرسة وحيدة بالجزيرة التي تقطنها 150 أسرة تسير العملية التعليمية فيها بمدرس وحيد في القرن الواحد والعشرين كما لم يدخل الجزيرة كتاب مدرسي واحد منذ اندلاع الحرب مع الميليشيا ونحن قمنا بمجهود ذاتي لنعيد نشاط هذه المدرسة ونفتقد إلى أشياء كثيرة نتمنى أن يلبوا طلبات أو ينتبهوا للأشياء التي نحتاجها في هذه المدرسة كما ترون نحتاج المدرسة تحتاج ترميم لا أبواب ولا نوافذ نحتاج للطلاب منهج دراسي كي نستطيع نقوم بدورنا على أكمل وجه المدرس الذي وضع على عاتقه مهمة تعليم أربعين طالبا وطالبة بجهود ذاتية يواصل تدريسهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة مع انعدام منهج وحاجة المدرسة لإعادة التأهيل إذ تفتقر المدرسة لأبسط الأساسيات كالمقاعد والطاولات وحتى الأبواب والنوافذ الجهود التي أبذلها المدرس الوحيد في مدرسة الكفاح يقابلها إصرار كبير من أطفال الجزيرة الواقعة في الساحل الغربي والتابعة لمديرية ميدي في محافظة حجة إصرار على مواصلة تعليمهم متحدين كل المعويقات التي تواجههم من وسط عزلتهم في هذه الجزيرة المنسية يتطلع هؤلاء الأطفال بشغف لمستقبل جميد ومشرق وكلهم أمل في أن يلتفت إليهم مسؤول السلطة الشرعية لتحقيق مطالبهم